الداري النقيف في وقفة شوية كذا السينما المتجولة كانت بتوصل رسائل ومعلومات في السودان قبل التلفزيون تحت تغريبا فدي كانت واحدة من الوسائل ودي محطة مهمة جدا كانت بتصل للمزارعين في أراضيهم كانت بتوحي الناس ممكن تحدثنا عن الحاجة دي نعم أنا بذكر هنا بالخير زمينا دكتور أستاذ في جامعة السودان عمل بحث مهم جدا عن دور السينما المتجولة في إقناع المواطنين باستخدام الأبارة الارتوازية اللي هي البطنوبات دي في منطقة جنوب كردوفان نحن ممكن نجيل ما حضرنا الكلام ذا لكن الناس القبلينا كانوا بموسم أنه جاءت السينما المتجولة تتحدث عن مكافحة الميلارية تتحدث عن مكافحة البلهارسية تتحدث عن أشياء كثيرة جدا بأسلوب بسيط ومؤثر لدرجة بعيدة أستاذنا عبد الرحمن الردين رحمه الله يحكي قصة في الموضوع هذا هو برضو مهتم بالتنمية الريفية وكذا قال مشو عمل فيلم في جنوب الهند عن كيف الزباب ينقل الأمراض أمراض الناقلة فللأسف المخرج ما عمل الحفكة بشكل جيد فجاب زبابها بشكل كبير جدا ورأينا بتنقول لا عشان يوضح وبعد ما انتهى العرض سأل الناس ها رأيكم شنو قالوا والله يا أخي كلامك كويس لكن احنا زباب قدروا هذا ما عندنا فدي واحدة كانت من الناس اللي بيأخذوها في عملية الإخراج والتصوير وخاصة تتخاطب ناس محدودية الثقافة يعني الخيال الحقهم بحكم أنه التعليم ما كبير بتكون الثقافة بتاعتهم محدودة فلكن الشاهدين مش في السودان بس فقط السينما المتجولة لعبة دور في كثير من مناطق العالم وكانت فعلا أدام أدوات التوصيل المعرفة